بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي في الله نتأمل اليوم النصيحة الرابعة في أهم ثلاثين نصيحة للبدء بحفظ القرآن كما أقول دائما أحبتي في الله والله لن ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة إلا هذا الكتاب العظيم لن ينفعك أمام الله تصور أخي الحبيب أنك إذا أردت أن تقابل ملكا أو رئيسا أو وزيرا أو مسؤولا تتجهز وتتهيأ للقائه وتنتق الكلمات وتحضر وتفكر ماذا ستقول وماذا ستطلب وماذا طيب كلنا لنا لقاء مع الله ذات يوم وهو يوم القيامة كل واحد منا سيقف أمام الله وسيسأل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون ستسأل عن هذا القرآن ماذا فعلت فيه ستسأل عن هذا الكلام العظيم كلام الخالق عز وجل هل ملأت قلبك وصدرك وعقلك ودماغك بكلام الله عز وجل أم ملأته بالكلام الفارغ الذي سيكون نقمة عليك يوم القيامة أحبتي في الله إن شاء الله كلنا نكون في الجنة لن يندم أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا لم يذكروا فيها الله تعالى النبي حذرنا من كثرة إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله إياكم تحذير لماذا لأنها قسوة للقلب أبعدوا القلوب عن الله القلب القاسي كما قال حبيبكم عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين إذن أحبتي في الله نحن الآن ينبغي أن نبدأ جميعا بحفظ القرآن وأنا أركز وأؤكد على عملية الحفظ من كثرة الفوائد التي لمستها بعد حفظ القرآن وتدبره لأن المرحلة الأولى هي الحفظ ثم يأتي التدبر والتأمل والتفكر من كثرة الفوائد أحببت أن يستفيد كل الناس من هذه من قضية حفظ القرآن بالفعل عندما تجد كنزا أمامك وتشعر أن هذا الكنز بالفعل غير حياتك تتمنى الخير للآخرين تتمنى أن كل الناس تحفظ هذا القرآن وتغير حياتها نحو الأفضل لذلك أحبتي في الله أنا اليوم سأعلمكم تقنية بسيطة جدا استخدمها حبيبكم عليه الصلاة والسلام تقنية حفظ القرآن أو مراحل حفظ القرآن العظيم طبعا أسميتها مراحل الحفظ السهل أحبتي في الله القرآن لم ينزل كما هو مرتب اليوم أو كما رتب فيما بعد رتبه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ترتيب القرآن ليس باجتهاد لا النبي ولا أصحابه هو وحي من الله ولكن طريقة حفظ القرآن النبي لم يحفظ القرآن مرتبا انتبهوا إلى هذه القضية يعني أنا أريد أن أحفظ القرآن كما حفظه النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي هو الحالة المثالية في كل شيء طب النبي لم يبدأ مثلا بسورة البقرة آل عمران النساء كذلك هذه السور نزلت في المدينة يعني بعد 13 أو 14 سنة على الأقل يعني بعد أن مكث في مكة 13 سنة 13 عاما في العام الرابع عشر أو الثالث عشر هاجر إلى المدينة وبدأت تنزل آيات المدنية أو السور المدنية البقرة العمران النساء الآخرين طيب كيف حفظ النبي القرآن حفظه بسور أحيانا تكون قصيرة وأحيانا طويلة ولكن السور مكية التي بدأ بها القرآن التي بدأ بها النبي حفظ القرآن هي سور مكية لذلك أنا من تجربتي الشخصية وجدت أنك إذا أردت أن تحفظ القرآن بسهولة لا تبدأ بالترتيب الموجود هذا الترتيب له إعجاز أيها الأحبة مرتب لأن له إعجاز عجيب وإعجاز رقمي وبلاغي وغير ذلك ولكن عملية الحفظ إبدأ من السورة التي تحبها وتظن أنها سهلة الحفظ واستخدم الاستماع ثم الاستماع ثم الاستماع حط مدخط كلمة استماع النبي كيف حفظ القرآن بالاستماع لم ينزل عليه مكتوبا ولم ينزل مرتبا نزل مفرقا ومنجما وبمناسبات فأنت حالتك النفسية الآن مثال سأعطيكم مثال أنا عندما بدأت بحفظ القرآن يعني في مرحلة كنت أشعر أن سورة يوسف قريبة مني جدا كنت أحب هذه السورة على الرغم من أنها طويلة جدا سورة يوسف بالنسبة لإنسان لم يحفظ شيئا بعد يعني كل ما كنت أحفظه تقريبا صور قصيرة ومثل معظم الناس السواد الأعظم وطبعا بدأت يعني العمر كان بحدود مثلا عشرين 22 23 سنة ف يعني أكرر أيضا قاعدة أن الحفظ لا يجب أن يكون في الصغر طبعا في الصغر أفضل ولكن حتى الذي عمره بسبعين سنة يستطيع أن يحفظ أيها الأحبة حتى لو لم يعرف القراءة والكتابة يستطيع أن يحفظ لا تضع مبررات لأنك ستقف أمام الله الله يعلم ما في القلوب يعلم ما في قلبك لا تحاول أن تبرر وتقول ليس لدي وقت طب يعني وقت العمل ومشاكل الأسرة والهموم الدراسة والعمل وكذا والأصدقاء أهم من لقاء الله يا أخي يجب أن تكون حياتك كلها لله عز وجل يجب أن تنذر نفسك لله هذا هو المؤمن وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون لم يقل إلا ليعملون الله هو الذي يرزق كيف يرزق الطيور كيف يرزق النمل ليس عاجزا هذا الإله العظيم أن يرزق إنسانا يحرص على كلام ربه عز وجل لذلك أحبتي في الله عليكم بالبدء باختيار سورة أنت تناسب حالتك النفسية الآن ربما إنسان لديه نوع من الحزن يحب سورة يوسف لأن فيها قصة رائعة جدا عندما يعني مثلا أكثر آية تؤثر فيها عندما قال سيدنا يعقوب بعد أن فقد ابنيها المدللين يوسف وأخاه فقدهما ومكر بيوسف إخوته وكان حزينا جدا ما ذقل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون هذه الآية عندما تكررها تشعر أنك تخلصت من الحزن سبحان الله تخلصك من من الوضع الكئيب الذي تعيشه فلذلك أنت في وضع نفسي معين ربما تجد سورة مريم تناسبك ربما تجد سورة ياسين ربما تجد سورة السورة القصار قل هو الله أحد ربما تبدأ من هنا فالبداية لن تكون عندي ستكون عندك أنت طبعا تفتح القرآن وتختار ما ييسره الله لك طيب الشيء الثاني أيها الأحبة حاول أن تستمع إلى السورة التي تحبها عشرات المرات عشرين ثلاثين مئة مرة ألف مرة لا مشكلة ولكن الاستماع ينبغي أن يكون بتدبر وتأمل أنا سأقول لكم شيء ربما يعني أنا المرة الأولى أقوله أنني أساسا لم أقرأ تفاسير القرآن أنا أساسا لم أقرأ أي تفسير من تفاسير القرآن فقط كنت أستمع للقرآن وأتأمل وكان لدي يقين أن الله قادر على أن يعلمني وقادر على أن يعلمك كما علم حبيبه عليه الصلاة والسلام كما علم الخضر وآتيناه من لدنا علما الخضر كيف تعلم هل كان لديه معلم الله علمه طيب حبيبنا عليه الصلاة والسلام ما الذي علمه لم يدخل في مدهرس ولا جامعات وكان أصلا أميا لا يقرأ ولا يكتب علمه الله طيب سيدنا يوسف كان في السجن وكان بين قوم كافرين كفار كانوا طيب من أين جاء بعلم التأويل أو علم الرؤى أو تفسير الأحلام التأويل من أين جاء بهذا العلم وهو في السجن الله هو الذي علمه أيها الأحبة فيجب أن تثق بالله قبل أن تبدأ بحفظ القرآن قل أنا واثق أن الله سيعلمني وبالتالي عندما كنت يعني أنا أحب أن أوصل لكم تجربة الشخصية مع حفظ القرآن ربما تكون مختلفة عن الطرق التقليدية لأنني لم يعني أتلقى مثلا على يد شيخ أو على يد أو حلقة تحفيظ يعني قرأته وتأملته واستخدمت هذه الطريقة طريقة الاستماع الكثير جدا ولكن مع تدبر وتأمل وخشوع يجب أن تخشع يجب عندما تقرأ آية فيها عذاب تتصور وكأنك أنت تلقى في نار جهنم الآن يقشعر بدنه عندما تمر بآية نعيم إن المتقين في جنات وعيون تتخيل هذه العيون والينابع وهذا النعيم الدائم أنك أنت تجلس فيه الآن يجب أن تتخيل كل كلمة تستمع إليها الآن أنك تعيشها هذا الأسلوب سيعمق لديك مفهوم عظيم حول أسرار القرآن أيها الأحبة وإلا المفسرون الأوائل كيف وصلوا إلى هذه التفاسير وهذه الإبداعات في التفسير لأنهم جلسوا وتأملوا وتدبروا سنوات طويلة فتح الله عليهم مهم أيها الأحبة يجب أن تستمع إلى الصورة عشر مرات عشرين ثلاثين مرات من خلال موبايل من خلال كمبيوتر من خلال شاشة أي وسيلة متاحة فلاشة أي شيء متاح اليوم ميسرة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متذكر أي هل من متذكر بعد أن تستمع افتح القرآن على هذه الصورة ستجد أنها مألوفة بالنسبة لك ركز على أن تستمع لهذه الصورة طوال الليل يعني أنا لدي على الموبايل أضع صور محددة أحبها وأشغلها هناك برنامج تشغيل على الموبايل يكرر الصورة فأضعها ويعني أنا مثلا منذ سبوعين ثلاثة أسابيع سبحان الله يعني أستمتع بالاستماع إلى سورة الأنفال سورة الأنفال أقل من ربع ساعة أتصور يعني كترتيل هذه السورة أترك الموبايل يعمل طبعا أبعده مسافة مترين تقريبا لتحاشي المشاكل الكهراطيسية الموجودة فيه وأستمع إلى هذه السورة وتتكرر عشرات المرات كل يوم كل يوم كل يوم وحتى الآن صدقوني أنا كأنني أستمع إليها لأول مرة فهذه السورة يعني الآن تسحرني ربما لأن فيها معاني أكتشف معاني جديدة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذا لم تتوكل على الله أنت نقص منك صفة من صفات المؤمن إنما المؤمنون إذا لم يخشع قلبك لكلام الله أنت مؤمن ناقص إذا لم تزدد إيمانا بكلام الله فإيمانك فيه مشكلة يجب أن تصحح هذا الإيمان لذلك أحبتي في الله استمع كثيرا للسورة معينة ثم ستفتح القرآن تجدها مألوفة وسهلة الحفظ لأنها ستنطبع في خلايا دماغك بعد الاستماع إليها أكبر عدد من المرات الشيء الثاني أيها الأحبة الشيء الثاني أنك يعني أثناء الحفظ أثناء الحفظ حاول أن تجزئ السورة لعدد من المقاطع حسب المعنى اللغوي يعني مثلا طبعا سنستعرض أمثلة عملية طبعا نكتب الآيات ونجزئ في لقاءات أخرى إن شاء الله ولكن حاول أنت أن تجزئ هذه السورة إلى عدد من المقاطع وتحفظ كل مقطع المقطع الأول طبعا أنت تستمع إليها بعد مثلا خمسمائة مرة استماع أو ألف مرة ستجد أنها انطبعت هنا في دماغك ستأتي الآن مرحلة الحفظ تفتح القرآن وتبدأ بتجزئ السورة وابدأ بقراءة المقطع الأول وكرره حتى تحفظه ثم كرر المقطع الثاني حتى تحفظه وهكذا حتى نهاية السورة أخيرا اربط كل مقطعين بعد قراءتهما جيدا وحفظهما حاول طبعا عندما تحفظ مقطع مثلا من خمس آيات يعني مثلا سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه كذا كذا وأولئك هم المفلحون هذه خمس آيات في بداية سورة البقرة صفات المؤمنين تنتقل للجزء الثاني إن الذين كفروا يعني القسم الثاني إن الذين كفروا السواء عليهم كذا كذا تنتهي ثم صفات منافقين ثم كذا ثم كذا قصة موسى قصة كذا فستجد أن السورة عبارة عن أعزاء عندما تحفظ الجزء الأول أو القسم الأول قم وصلي ركعتين وقرأ بما حفظتهم ثم أحفظ المقطع الثاني قم وصلي ركعتين اقرأ في الركعة الأولى المقطع الأول في الركعة الثانية المقطع الثاني المقطع الثالث والرابع احفظهما وصلي فيهما ركعتين ثم بعد ذلك صلي ركعتين اقرأ في الأولى المقطع الأول والثاني وفي الركعة الثانية المقطع الثالث والرابع حتى تجد وسائل ربط أربط المقاطع ببعضها بعد فترة ستجد أن حتى سورة البقرة سهلة ستجدها سهلة طريقة تجزيء هذه السور إلى مقاطع طبعا إن شاء الله أحبة في لقاءات قادمة سنتعرف إلى التقنيات وأساليب سهلة جدا لحفظ هذا القرآن في ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحفظ كتابه الكريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته